مرحبا حضراتكم مرة تانية العيد الكبير كان فيه مادة دسمة من الأفلام اللي في الحقيقة قصروا الدنيا في العيد كيرة والجن وبحبك وعمهم ثلاث أفلام نقدر نقول إنهم نكحوا إنهم يرجعوا تاني الجمهور للسنما وقدرنا تاني نشوف الناس تنزل قاعات وتتفرج على الأفلام لسه مكملين خلال الأيام اللي جاية مع موسم الصيف واللي هنعرف تفاصيل أكتر عن الأفلام دي مع الكاتب الصحفي عبدالله غالوة شل بنوارده النهار ده في الستوديو صباح الخير عليك عبدالله بنوارده وكل سنة وانتوا طيبين وفرحان معيكو جدا إحنا وصلتين عويين أنت معينا لأنت دايما كده بتدينا إنسايتس كده عن رأيك في الأفلام وبيبقى دايما كلام في الجول فعايزين نعرف في البداية رأيك في الثلاث أفلام الموجودة على الساحة دلوقتي يعني إحنا لسه في أسبوع العيد النهاردة بالدارج في المصرية كان خامس يوم العيد صباح فإحنا بنتكلم على ثلاث أفلام إحنا لسه في خامس يوم العيد وعملين أكتر من مئة مليون جنيه فلوس إرادات في مصر فده حاجة كويسة جدا داي يقولك أن الموسم الثلاث أفلام حلوين الثلاث أفلام ليوم جمهورهم الثلاث أفلام لأبطال مهمين طبعا كيرا والجن هو الواخد المساح الأكبر من الفلوس يعني كيرا والجن دلوقتي وصل داخلين في حوالي 60 مليون جنيه أيوة هو تعرض قبل الموسم بتاع العيد بأسبوع بس الفيلم حلو جدا الفيلم كمان لو جنا حسبنا بمنطق له ثلاث ساعات فأنت عدد الحفلات اللي هو بيعملها الفيلم غير الأفلام الثاني يعني أنت ممكن تعملي أكتر أه يعني كممكن لو الفيلم عدد الوقت بتاعه أقل كممكن يعمل فلوس أكتر كده وجن فكرة الجامعة بالنجمين كبار أحمد عز وكريم عبد العزيز اللي بالورقة والألم وبالأرقام وكل حاجة الاثنين دول هما أكتر نجمين في مصر على مدار تاريخها جايبين إرادات فلوس والكلام ده فآخر 3 أو 4 سنين بس كل سيزن أو كل موسم هما بينزلوا فيه هما الاثنين هما الأعلى إرادات سواء أحمد عز تعالي نشوف آخر أفلامه إن كان الجريمة جايب إرادات قد إيه إن كان العارف قبليه إن كان قبليهم ولاد رزق 2 وولاد رزق 1 كريم عبد العزيز البعض اللي أزهم للمأزوم مرتين كل الأفلام اللي عملها والفيل الأزرق 1 و2 فهما الاثنين أعلى اللي ما تجيب الاثنين دول في فيلم واحد فده يقول لك من البداية أن أنت في ملحمة الفيلم الكمال اللي هو واحده طبعا أكيد فيه الثلاث أفلام زي ما فيهم حاجات حلوة وفيهم حاجات برضو ما كانتش كويسة يعني خلينا نبدأ مثلا بكيرة والجن عجبني فيه حاجات كتير وما عجبنيش فيه بعض الحاجات ما عجبنيش فيه إنه ثلاث ساعات هي حاجة جديدة على الجمهور المصر التحديدة نحن خلاص بقى في عصر الواحد أصلا بيزهق وهو ماسك الموبايل أصلا عشر دقيق فما بقى يقعد ثلاث ساعات حاسس إنه لو كان قل شوية كان ممكن يبقى الفيلم أحسن كمان أنا ما حسيتش بزهق الحقيقة عشان برضو نقول طول الفيلم والإقاع بتاعه سريع وكل حاجة بس هو برضو فيه ناس حسيت إنها حسيت إنه كتير ثلاث ساعات مش متعودين على إن إحنا ندخل سينما ثلاث ساعات في فيلم واحد محبتش شوية في الأكشن عجبني فكرة إن الأكشن معمول آب ستايل زمان بس بإقاع دلوقتي بس ما عجبنيش فكرة إنه مخلين دايماً الأبطال عندنا اللي هو فكرة إنه لو ضرب عليهم متين رصاصة لا إحنا موجودين بعكس العساكر الإنجليزي اللي هو كان لو واحد بس خبط على كتفه ويقع يقع فدي شوية دي حاجات اللي ما عجبتنيش ما عجبنيش كمان في الفيلم فكرة إنه بعض ضيوف الشرف كنت حاسي إنهم ممكن يبقى ليهم دور أكبر يعني يبقى موجودين ويبقى دورهم أكبر لكن عجبني في الفيلم الممثلة اسمها رزان جمال دي هائلة اللي كتعاملة دور البنت الإنجليزية اللي بيحبها يا كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز وأحمد عز كانوا في أحسن حالتهم هما الاثنين مباراة تمثلين طبعا معهم هند صبري كمان هند صبري كانت هائلة زي ما فيه ضيوف شرف كنت حاسي إن دورهم هيبقى أحسن فيه ضيوف شرف تانين عملوا مشهدين بس بس تحس بطولة يعني لو أنت دخلت فيلم هتطلع من الفيلم فاكرة جدا تامر نبيل اللي كان عامل دور أخو هند صبري كان هائل والفنان أحمد كمال كمان اللي كان والد أحمد عز عز المشهدين ممكن ما قالش فيهم أربع كلمات بس أنت هتخرج من الفيلم مؤسرين وعملين حالة هائلة جدا عجبني كمان أصلا فكرة من البداية خالص فكرة 2019 صورة 19 اللي ما تناولنهاش كتير عندنا في المظلومة سلمائين جدا فإحنا بنفكر فيها دلوقتي إن فيه أبطال نعرف الجيل ده كله إن فيه أبطال عد على الإنجازات العملوها أكثر من مئة سنة كان أحمد كيرا فهي قصة عجبني إن إحنا بنفكر لأحداث أحداثنا التاريخية إزاي الناس دي قوموا إزاي ناضلوا بس بإقاع دلوقتي وبصورة دلوقتي وبصورة هائلة جدا بمناسبة الصورة الصورة هائلة جدا في أحمد مرسي أنا شايفه إن مدير تصوير عالمي مش مصري هشام نازي عامل ما زي كهيلة طبعا مروان حامد يعني مش محتاجين نتكلم عليه وعلى إمكانيات فكرة أنا أسفة بس فكرة إن الفيلم تصور على ثلاث سنين ده خدموا ولا ظلموا أنت لسه بتقول دلوقتي إن أحمد عز وكريم عبد العزيز حفظوا على أداءهم فإنه ثلاث سنين تصوير محافظين على أداءهم صح هي حاجة صعبة بس هو الفيلم كان محتاج أن ياخد الوقت ده كله في التحضير وفي التصوير وما تنسيش إنه ثلاث سنين دول حصل فيهم كمان الكورونا دي أثرت على حاجات كتير وقافت حاجات كتير ده غير إنه هما كانوا الاثنين سواء أحمد عز أو كريم عبد العزيز البطلين الرئيسيين كان عندهم مسلسلات مهمة رمضان ده ورمضان اللي فات في نفس الوقت وكان عندهم أفلام مهمة تانية فكان يدوبك الثلاث سنين عشان تطلع فيلم بالوقت ده ثلاث ساعات أكيد ظلموا بس عجبني إنه اتنين حافظوا على شكلهم حافظوا على وزنهم حافظوا على إنه يبقى يفضل شيء بتاعهم هو من أول ما بدأوا لغاية أنه لغاية ما خلصوا التصوير ده كتير تقول لك يعني إيه ما تغرقش في التاريخ وما تروحش ناحية الحاجات وما تضمنش الناس يعني حتبقى فاهمة الموضوع على أرض الواقع الموضوع ده كسب وقش وعمل أنا شاب متكلم في ستين مليون والتانيين أرقام ربما بعيدة خالص إزاي عزز ده عند المنتجين وعند صناع السينيما إنه يبقى عندنا سينيما فيها تاريخنا تاريخنا عظيم جدا وشايف إنه محتاج يعني يعني صورة 19 دي كم عمل تعمل عليه واتخذ من أي زاوية وفي زاوية تانية كتير أنت عارف يعني إحنا لسه مدخلاش في زاوية مجتمعية في زاوية موسيقية في زاوية يعني في زاوية في ثورة 19 ده ده مثال واحد يا أستاذ عبدالله صح كلامي ولا إيه؟ صح بس ماهو ده حاجة كويسة وده فكرة إنه أنت تاخد رزق وأنه أنت تغير ده بداية يعني بداية وأصول أنت ده هيحمس المنتجين إنهم يروحوا تاني للمنطقة دي ويشوفوا حاجات جديدة ما كناش بناخدها في الدراما فكرة إنه إحنا عادنا في السينما لوقت كبير جدا فكرة إنه يبقى فيه واحد يحب واحدة لا يريد كده يريد إنه واحد يحب واحدة بس فكرة إنه يبقى مطرب شعبي أو مطرب مهرجانات ورقاصة ويبقى عندنا أغنية نعمل عها كليب وتنزل في نعمل لها دعاية ففكرة إنه إحنا نرتاقب الناس وبعدين فكرة إنه الجمهور عايز كده ابتدت تتلغي يعني فكرة لأ إنت لما بتدي للجمهور حاجة كويسة وحاجة راقية وعمل ومحترم الناس بتروح وبتساعدك وده حصل في رمضان كمان يعني لو شفنا في رمضان المسلسلات اللي كان زي جزيرة غمام زي الاختيار زي المسلسلات اللي كان ليها راقية وليها مسج وليها حاجة الناس عجبتها والناس اتفرجت عليها ما بقاش فكرة إنه الجمهور بيحب كده فإحنا نعمل لجمهور كده لا الجمهور عايز حاجة كويسة مجرد إنه تعمله حاجة كويسة هيشجعها واتفرج عليها في الحقيقة يعني بقلنا كتير ما شفناش إن كل الأفلام اللي بتنافس بعض كلهم فعلا زي ما أنت قلت راقين وقصة وسيناريو وحوار وإضاءة وموسيقى كل الحاجات مجتمعة ليه إحنا كجمهور شغلين نفسنا بالإرادات مين أعلى إرادات يعني ليه مش مهتمين بفكرة إنه كفاية عندنا أفلام كويسة يلا ندخل نشوفها مش مهم مين إراداته أعلى ولا ده بتبقى شغلينة ناس تانية أكتر ولا إيه ده مشكلة شوية إعلام نوعا ما مش إعلام مش قنواته بس لأ يعني مواقع وحاجة كتير يعني بصح لكونا في أسبوع ما فيهوش أحداث كتير في يلا نعمل أي خناقة بقا ويلا إحنا نقول ده ده غير إن النجوم ذات نفسهم برضو خلينا نقول لحقيقة في بعض النجوم هم اللي بيحبوا يشعلله في القصة دي ويقولوا لا أنا رقم واحد وأنا الأعلى وأنا الأكبر هم اللي بيخلوا ناس تركز مع القصة دي بس ده مش الأغلبية الناس بتخش الفيلم الخلاص لأنها عايز بتتبسط لكن ما بيفرقش معها بقى ده جاب كام أو ده جاب كام بس لما نيجي نحسب هو كرة وجرنا أوكي فارق عن أقرب فيلم ليه بـ 40 مليون بس هو برضو سابق بأسبوع عرض فالاسبوع ده ممكن يكون ساهم في أن الفلوس بتاعته تبقى أكتر لكن برضو لما نيجي نحسب يعني دلوقتي تامر حسني فيلم بحبك في مصر بس مش هتكلم بقى الوطن العربي لأن تامر مبارح عمل بيان بخصوص الحكيتي لو حابين نتكلم فيها ووصل دلوقتي لحوالي 24 أو 25 مليون في مصر فده كويس جدا في الوقت بتاع العيد بس لكن يعني في السيزون اللي فات علي الربيع مثلا قعد شهرين كاملين ما جابش الـ 24 مليون اللي تامر حسني جابهم ما بين السيزون والسيزون ما بين العيدين نزل فيلم واحد اسمه فارس لأحمد زاهر برضو ما جامعش فلوس خالص فرقم 24 مليون ورقم الـ 20 مليون اللي محمد إمام جابهم في فيلم عموم لغاية دلوقتي هو ده رقم كبير وأفلام كتير بتقعد وقت كتير وشهرين عشان يوصلوا للرقم يعني الموسم كله ناجح لا الموسم كله ناجح بس تامر حسني يمكن هو العمل الحكاية دي لأنه قاعد يقول احنا ارضاتنا وصلت 150 مليون وبعد كده مبارح بقى وضح قال يا جماعة الفيلم بتاعي بيتعرض بيتوزع في دول عربية كتير وفي أمريكا وفي كندا في سؤالي تامر حسني المغني هو لا هو المغني الممثل اللي مثل عدد من الأفلام وأنتك بعضها يعني تامر حسني المغني اللي مثل عدد أفلام وأنتك بعضها هلنجح كمخرج؟ ما هو أنا برضو يعني اتفضل هو مؤلف كمان ومؤلف موسيقى تصورية اه اوكي افتكال؟ هو كان تعليق الناس دايما على تامر ان التتر كله هتلاقيه تامر حسني اللي هو بطولة بس هو على فكرة هي مش حاجة وحشة بره على فكرة بنسوف كتبير عويه وبعض الممثلين بيمثلوا في الأفلام وبيخرجوها لا ناس اللجوم كتير تجربة أكيد كان معايا ناس بتساعدوا في مش وحش إن الإنسان يجرب ومش وحش إنه يستفيد من التجربة دي بعد كده ويحسن نفسه هو نجح ولا لا ايه العيوب اللي فيه كأول تجربة ليه كمخرج تمام معدية أنا عجبني في فيلم بحبك الجزء التاني من الفيلم أكتر من الجزء الأول يعني قبل الاستراحة عجبني بعد الاستراحة عن قبل الاستراحة قبل الاستراحة انت بتشوف فيلم ما هو مفوش أي حاجة الحقيقة يعني النص الأولاني من الفيلم ما هو مفوش أي حاجة مجرد أن حمد المرغاني بيهزر وتامر حسني نفس الحرقات اللي احنا بنشوفها بعد كده حصل التحول في القصة أول موهدة المفتي بدأت بس أنا عجبني في فيلم ده جدا هانا الزاهد وشايفها من نجوم العيد ده وعمل دور هايل جدا دحكتنا وعياطتنا في الفيلم عملت دور حلو ومحل الخطرة جدا تشتغل على نفسها يعني من الحاجات الحلوة اللي تخرج فيها من الفيلم بحبك هو هانا الزاهد جدا الحقيقة دورها حلوة لكن هو فكرة انه دايما الولمان شو لها سلاحظ واحد دين حلو ان انت تبقى انت اللي كاتب وانت المخرج فانت شايف ان ده انت هتعرف تحقق صورة وتعمل بعض بصر اللي انت كاتبه وفي نفس الوقت انت مش حارف يعني هتركز مع الممثل اللي قدامك عشان تشوف الأداء بتاعه ولا هتركز مع نفسك انت ولا هتركز مع الورق اللي تكتبه ولا مع الانتجيا المنتج ده لو عاده شغلان هو انتجيا هو فيه ثلاث كينات يعني منتجين للفيلم منهم أخو تامر حسني هم مش تامر حسني بس في الآخر الفيلم مقبول ويعدي يعني عموهم بقى على النقاط يعني عجبني في عموهم عجبني النص الأولين للفيلم قبل نصراها على النص الثاني للفيلم النص الثاني للفيلم اللي مدينة تفارج عليه مفوش أي حاجة وكان ممكن مشهد واحد بس منه ويقفل على اللي انت شفته في النص الأولين وهذا بعد غياب شوية لمحمد عدل إمام شوية بس يعني لو نتكلم على الضحك دايماً الموسم العيد الناس بتبقى حبة انها تنزل عشان تتفرج وتضحك يعني وتعمل كده يعني في الثلاث أفلام هو فيلم عموهم أكتر من الأفلام اللي بدحك يعني أكتر محمد سلام هيل جداً محمد عدل إمام اللي اتنين مع بعض عاملين دوته حلوة قوي ويدحكوا محمد عدل إمام واضح يعني هل من وجهة نظرك وصل لمرحلة النطج الفاني نقدرونه انه هو بيراهن دايماً مش انه هو يلعب على الأكشن رغم انه هو بيلعب على جسمه كويس ومشتغل على كوميديا اشتغل على جسمه كويس ومشتغل عليه اه بيلعب على كوميديا بسأل ما اعجبنيش أكشن قوي برضه في الفيلم ده يعني حسيته أكشن مبالغ فيه الحقيقة اللي هو كل أربع مشاهد محمد عدل إمام ينط من فوق أمارة يا جماعة يعني حاجة حسيته مبالغ فيه أكشن شوية سبعيناتي يعني أكشن حلف القبهة شوية كده يعني محمد عدل إمام في الآخر هي جينات يا جماعة فبرضه مهما مهما حاول يعمل لنفسه كاراكتر وشخصية مستقرة بس في الآخر شوية بتحسه أنه بيروح ناحية عدل إمام طبعا يعني الفنان الكبير فلكن هو محمد عدل إمام شاطر محمد عدل إمام عجبني فيه سيخرج من جيل باب أبي مش عايزينه قوي يخرج قوي وعايز أقولك أن محمد عدل إمام من الفنانين القليلين اللي يتعدوا على الصحابة عندنا اللي نجح سينما ودراما انت تشوف معظم الفنانين عندنا وليلين قوي اللي يبقى نجح دراما بس اللي نجح سينما بس محمد عدل إمام لأ نجح لتنين أفلامة معظمها بتجيب إرادات الفيلم حلو، الفيلم حسين من الباوي عجبني حسين من الباوي عمل اللي عمل جزيرة غمام في رمضان هو اللي عمل هو اللي مخرج فيلم عموم حاجة تانية خلص ستايل مختلف عجبني لك قصة الفيلم يمكن ده من الحاجات اللي بتميز عموم مثلا أنا بحبك بحبك في الآخر لما تيجي تشوف الفيلم هو فيه خمس أبطال بس هو اللي بيدور حواليهم كل القصة لكن عموم فيه لا خاصة كبير جدا فيه سيد رجب فيه الرياض الخولي فيه محمد صروت فيه محمد سلام فيه ناس كتير جدا قصة كبير جدا أنا بحس محمد صروت بيضيف كده نكحة حلوة قوي لأيض جدا طيب فيه أربع أغاني في بحبك وأغنية واحدة لعموم مين الأكثر نجاحا فجت نظرك؟ يعني هو الأغنية في عموم لأحمد سعد هتخرج معلقة معاك وهتعاكبك وأغنية حلوة جدا وعملها دويتو أنا شايفه أنه ناجح جدا من عد قائم من الناس اللي عاملها بقالها فترة أغانية كتير شطرة فيها جدا بزرط بس في الآخر بيتامر حسني عمل أربع أغاني من نزل منهم أغنيتين بس اللي نزلوا على اليوتيوب أو سوشال ميديا منهم أغنية ترند رقم اثنين لا يعني الاثنين حلوين يعني ده كويس وده كويس على أي حال يعني إحنا بنقول للمصريين أن إحنا عندنا موسم ساخن جدا في عيد الأطحى المبارك عندنا فيلم بيصنف أنه هو تاريخي أكشن بوليسي اللي هو فيلم ملحامي بالظبط كده إيبك اللي هو كيرا والجن عندنا فيلم رومانسي غنائي لتامر حسني اللي هو بحبك وعندنا فيلم عموهم اللي هو ممكن يصنف أنه هو أكشن كوميدي عندنا ثلاث أفلام عمين أرقام حلوة جدا يا جماعة مسمعنا هاش من قبل كده حاجة وستين مليون لكيرا والجن حاجة وعشرين مليون لبحبك والمركز الثلاث عموهم حوالي عشرين انزلوا تفرجوا عليهم وما تشوفوش لأنه للأسف فكرة التسريب ده أنا يعني ده حرام يا جماعة لا فيلم تشاف في السينما لا بس يعني بس فكرة أنه الناس تصور بالموبايل ده حرام أن أنت ناس صرفة فلوس كتير قوي أن أنت تتفرج على الفيلم وفرحان جدا وتشعر لينكات يا جماعة ولو عايزين أنت تتفرجوا على الفيلم حرام أن أنت ناس تعبت ونصرفت فلوس حطفتت كويتي صورة واحدة الموضوع كله فعلا وفي نفس الوقت فنزلوا تفرجوا عليهم ده حقيق ده حقيق هي كاملة فعلا لازم كلنا نحضرها بما فيها من متعة من استراحة نشجع السينما عادية نشجع لأن السينما دي كانت من أهم مصادر الداخل للقاوم المصر زمان فنرجع تاني للسينما دي حاجة كويسة لازم ننزل نتفرج عليها ونشجع الأفلام دي خاصة لو الأفلام كانت كويسة وتستحق أن أنت تتفرج عليها صحيح وده فعلا لحققه الموسم اللي احنا فيه كل الشكر لك عبدالله شكرا لك غلوش الكاتب الصحفي موصوصين أن أنت كنت معنا النهاردة وحلت لنا كده الأفلام بطبعا لياقة شديدة دايما في الكلام كعتك شكرا لك شكرا لك كل سنة أنت طيب